تستمر الحملة الوطنية للتطعيم خلال شهر رمضان المبارك ضمن عنوان هذه المرحلة حماية والتزام وبين الفريق الوطني الطبي أن التطعيم لا يعد من المفترات شرعا ولا يؤثر في صحة الصيام داعيا الجميع إلى المبادرة والإقبال على التطعيم وعدم انتظار توافر تطعيم معين في هذا الصدد أعلنت وزارة الصحة أن عدد من تلقى الجرعة الأولى من التطعيم حتى مساء أمس الثلاثاء بلغ خمسمائة وثلاثة وسبعين ألفا وخمسمائة وأربعة وستين شخصا فيما بلغ عدد من تلقى الجرعة الثانية أربعمائة وخمسة عشر ألفا وسبعمائة وتسعة وتسعين شخصا